لكي يخفف المرء عنه هذا الهم والحزن ويزيلهما عنه بأمر الله عز وجل أن يكون للمرء أخ في الله يبث إليه شكوى ويذكر له خبره وما في نفسه مما قد سبب له هذا الضيق وهذا التكدر وقد ذكر أبو نصر الفريابي الفيلسوف الإسلامي المشهور قال إن أكثر ما تستخرج به الفكر كثرة الكلام فلربما كان المرء ذا هم عظيم وذا تفكير شديد فإذا خاطب أخاه وحدث صديقه بما في نفسه اكتشف وحده أن ما في نفسه أمر يسير وأنه لا يستحق هذا الهم وهذا الغم الذي أنزله بنفسه لذلك جاء أن موسى عليه السلام لما أمره الله عز وجل بأن يذهب إلى فرعون وملأه أمر أو سأل الله عز وجل أن يجعل معه أخاه هارون وزيرا فقال موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري لما ضاق بالأمر الذي أو استصعب الأمر الذي نزل به قال رب اشرح لي صدري ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري إلى آخر الآيات فبين الله عز وجل أن موسى عليه السلام سأل الله عز وجل له أخا يكون له وزيرا وإنه من نعم الله عز وجل على المرء أن يكون للمرء أخ صادق وصديق ناصح فإن من كانت هذه هيئته في هذا الزمان قريب وقد جاء عند أبي نعيم في الحلية بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أربع من السعادة أربع من السعادة من اجتمعت به هذه الأمور أربع فهو السعيد حقا في هذه الدنيا وذكر من هذه الأربع أخ صادق أو صديق صادق فدل ذلك على أن يكون للمرء صديق وأخ في الله عز وجل يبثه نجواه وخبره نعمة من الله عز وجل لا تكاد توازيها نعمة وفي هذا الوقت لما أصبح كل شيء يباع ويشترى أصبح من تبث له الشقوى تبث له بالمال فالمعالج النفسي يجلس مع مريضه ساعات طوال إنما يستمع لشكوى وينظر فيما في نفسه وبعد ذلك يخرج سعيدا فرحا ولو أن المرأة بث شكواه لأخ يتألم لتألمه ويحزن لحزنه لكان ذلك أعظم ولا بد من شكوى إلى ذي مرؤة يواسيك أو يسليك أو يتألم ولا بد من شكوى إلى ذي مرؤة يواسيك أو يسليك أو يتألم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر